موسيقى 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 المترجم للقناة 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 بل حتى يبتزون التاجر ويبتزون الصغير والكبير باسم المجهود الحربي المترجم للقناة أسطحه التراب وكامل من التراب قمنا بتقسيم المبنى بتجهيزه وقمنا بتقسيمه إلى غرف كل غرفة لها هذه غرفة رد اسم الطوارئ هذا خلاني قسم طوارئ استقبال حالات الحرقة من القرحة من قرحة الحرب وقمنا بتقسيمه إلى عدة غرف هذه غرفة رد زون هذا يلو زون وهذا جرين زون ثلاثة هذه افتتحت الآن حاليا هذا حاليا بتاريخ 14 ما الذي يحتاجه المستشفى الآن لعادة العمل بشكل كامل أبرز احتياجات المواطن هناك العديد من المواطنين هنا أخي المستشفى هذا مستشفى عام يخدم كمية كبيرة من المواطنين سواء في مدينة المخة أو المدن المقاورة في الوضع الحالي احتاج المستشفى لعادة تأهيل بشكل كامل فنحن في الوضع الحالي شغالين فقط كطوارئ وعيادات خارقية الآن الأبرز الأقسام الغير موجودة الآن مثلا الأقسام المهمة التي يجب أن تفتحها بشكل طالي مثل ما قلت لك أخي في الوقت الحالي ليس لدينا عدد كافي من أطباء فقط ثلاثة أطباء واثنى عشر يعني طاقم طبي متوزع ما بين مختبر والصيدلية وتمريض هذا نحن الآن موجودين في المستشفى الوقت الحالي يلا نمشي المستشفى فترتين بالنسبة لأمراض الهداء غير موجود ليس لدينا أطباء طبيبات نساء أولادة أو أطباء أطفال أو أطباء 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 أسنان ليس لدينا أي أطباء صحيحة طبعا المستشفى القائم على هذه التخصصات بس فتنا فترة الحرب أعتقد أن الأطباء كلهم غادروا المنطقة نزحهم إلى مناطق أخرى إقبال الأهالي هنا بعد افتتاح المستشفى؟ الإقبال كبير تقريبا ما يقارب الزيارات من 50 إلى 60 حالة يوميا في العيادة الخارجية وإضافة إلى حالات القرحة في الطوارئ قرحة مواطنين وقرحة الحام اخوانا أخوانا أخوانا! اخوانا... هاخوانا... ensions! حافية لك تحت ممتحا لماذا ت في العيله؟ سعيد شغفات لك حافية لك م massive ترجمة نانسي قنقر مقتلين وأبني مقتلين. أبكرتوا بك أتجرع. إن أصطروا. ندعي المكان وأضربوا لهنا. إنها معمال. يا الله علينا نقتلونا وقتلوا حالنا. إننا جئنا نروح يا بني المزرع. الله خرجنا من بيوتنا اليوم. الله خرجنا نحن وثيابنا وعيتنا وغنمنا وباهمنا وتنورنا وماما غانشيني. صفرنا نجل ما قينا. كملنا نفقى. لنا ثلاث أيام ونحن مزيبين عند الناس. يا ابني كابني أعمالك يا ابني سوي. ذو الرجل عاد هذا صدق بواقع واقع عني. الوضع حقا. حالة حتى حنا ضنكاء. حنا بلا أي محاصرين. خرجنا نحن ثلاث أيام. لا نأكل ونأشرب. قصرح حق تمشي منشي. خرقته يا صميل أبكي وعزي من نفسي جدا خرقناه الكفن بأينا الكفن البيض ما وش العالم الحمر والسود البيض خرقناه بيض حاله الله يا بني والله نحنا معذب الين ثلاثة أيام العواش اقتمنا من البلاد لأهونا مرحي النار اقعنا ما بعد ناقلنا لأهونا وأبني معابش دم وأبني إنقاني معابش دم الله يا حليكو خذي عند過ين تظلوا م From there kill me earn He Brwak obviously all of this impacts on people's daily lives and the fact that they don't have funds or money the purchasing power and the rising costs makes it very very difficult وضعفاتهم الشرايية نتيجةedar لكل هذه العوامل إضافة إرتفاع الأسعار من وجهة نظرنا في القطاع العمل الإنساني ومن وجهة نظر القطاع التجاري أيضا فإن محدودية وصول السلع إلى مناء الحديد من سلع أساسية غذاء ورقود ودواء جميعها ستؤدي إلى صعوبة تغفر تلك السلع في الأسوات وارتقاع أسعارها ما سيصعب حياة الناس The conflict in Yemen has no military solution and we're expecting, we're hoping that the special envoy can encourage the parties to come back to the table and we can find an agreement that will benefit all Yemenis We see the situation in the country only deteriorating in the course of this year and as we've mentioned before that over more than 17 million people are now in a situation of food insecurity We know that the situation will increase during this year in Yemen and there are 17 million Yemenis who have died from the freedom of freedom And I think we, as you know, launched the humanitarian response plan last month in Geneva and that was to try and raise public awareness and donor support for the crisis in Yemen and at the same time we hope that the parties to the conflict would help facilitate commercial and humanitarian supplies back into Yemen And over 7 million people in this country don't know where the next meal will come from there are some places only having one meal a day And that includes 460,000 children who are in very severe conditions in terms of nutrition and this will have a major impact on their development as individuals in the future And even if there's a comprehensive peace agreement was signed tomorrow the situation in terms of the humanitarian impact of this crisis will continue for many years to come We are trying to target, as you know, from the humanitarian response plan some 12 million people in this country and of those 10 million are in acute need of support from the international community We are appealing for 2.1 billion dollars to address the needs of those people and we understand that we hope that there will be a good response to the plan and we are in a good position to respond more than the 5.6 million of last year We need 2.1 million dollars to address the human response and we believe that we will receive this and the benefit of this response from the international community so we have the ability to respond to the number of the biggest response we received which is 5 million people in the future I think it's important that we realize that enough is enough I mean the people in this country have had enough for two years and there's only so much that a community, a family can endure and people are coming to the end of their ability to sustain or continue to survive in this country بلغ سيل الزباء في هذه المعاناة وعامين أصبح كثير جدا على أولئك الناس من المعاناة ومن الخسائر في هذا البلد بلغت الأسر وبلغ الناس أقصى ما يستطيعون من التحمر وينبغي على هذه المعاناة أن تدهي لقяжة مضى لغت الأسر بعض الأسر خلفية اشتركوا في القناة 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 هذه رسالتنا الآية الكريمة المتحف وسيلة من وسائل التعارف بين الشعوب فنحن خلال هذه الوظيفة ندي رسالة التعارف فلهذا وضعنا هذه الآيات الكريمة هذه الآية الكريمة في مدخل المتحف الذي يوصل لهذه الفكرة فالمتحف استعرى التاريخ وادي حضرموت من العصور الحجرية القديمة والوسيطة والحديثة ثم بداية ظهور الحضارات والتي نشأت من خلال الزراعة والسيطرة على مجاري السيول بين إنشاء السدود والغنوات وأيضا من خلال التجارة هذه واضح بأنها خارطة لوادي حضرموت معلم تعريخي وادي حضرموت هنا تبرز في الخريطة المواقع التي المواقع الأثرية التي شهدت نشاط حضاري قديم فمنها عصور مبكرة جدا من عصر البرونزي ومنها من عهد الحضارة القديمة ومنها من العصور الإسلامية كالمدن المعروفة اليوم في وادي حضرموت التي بعضها في الأصل هي مدن قبل الإسلام ثم تغيرت معالمها إلى أن صارت مدن إسلامية هذه بالنسبة للأحجار هذه أدوات حجرية استخدمت في العصور الحجرية مبكرة فبعضها شديدة واضحة المعالم وشديدة الحد والملامح وبعضها خشناه ولا تبدو هل لها كان استخدام محدد؟ بالتأكيد بالتأكيد هي الأدوات كان الإنسان كما هو اليوم استخدم كثير من الأدوات في العصر الحجري كانت أدواته كلها مصنوعة من حجارة فسكاكينه وحرابه وكل الأدوات التي كان يستخدمها كانت من حجارة أو بالأصح كان يستخدم من البقاء العضوية والجلود لكن الذي بقي من تلك الحضارة القديمة ومن ذلك العيش على مدى ألوف من السنين هي الحجارة الأدوات الحجرية التي بقت وهي التي تعرفنا بقدم ذلك العصر ومرحلة والتقنيات التي استخدمت خلال هذه العصور الطويلة وهي امتدت لأشرات الآلاف السنين في وادي حضراموت وفي الهضب الصحراوي التي تطل على وادي حضراموت وكذلك في المنطقة الصحراوية التي تمتد من حضراموت إلى مارب وإلى وادي الجوف طيب هذا أيضا هذه تأمل في هذه الأدوات الحجرية هي واضحة المعالم هذه الأدوات الحجرية واضحة المعالم هذه الرؤوس في الأسفل رؤوس حراب ورماح مصنوعة بالحجارة حادة دقيقة تصنع كما هو واضح في الأسفل أيها نعم تصنع كانت من هذه نعم وهذه الأخرى مثل الفؤوس وأدوات أيضا حادة لتقطيع للوسائل المعيشية تقطيع اللحوم والجلود والإنسان كان يعتمد على الصيد فكل الأدوات كانت هي من الصيد وما بعد الصيد كذلك هذه نفس تحاكي نفس الموضوع لكن هذه اللوحات معروضاتها كرسم وكقطع أثرية تعرف بالدور التاريخي والمراحل التاريخية القديمة كيف كانت الصحراء الصحراء التي نعرفها اليوم في كثير من المناطق كانت معمورة وكانت كانت عبارة عن مستنقعات وبراري وتنبت فيها أشجار وحشايش ولهذا فهي مرتع ومرعى لكثير من الحيوانات الذي تخلف من هذا كله أدوات حجرية على الأرض تحت كثبان الرمال فتكشفها عندما تهب الرياح قد تكشف أدوات حجرية كانت مغطاة وتعرفنا بالتاريخ القديم اشتركوا في القناة